لكن الاستهلالية المهمة للمهندس عدلي تخلينا لازم نلعب ضربة البداية معه مقالي ومقاله وآخرتها النهاردة تعارفين النادي لالي قدم مذاكرته لاتحاد الكورة رفع كل شكواه إلى اتحاد الكورة وإلى السيد وزير الشباب والرياضة على ما شاهده نهاء دورة أبطال أفريقيا من أحداث كثيرة جداً وإهمال لحقوق النادي أثرت على فرصه في المنافسة هقول لحضراتكم قرارات مجلس إدارة الاتحاد بعد اجتماعه اليوم ونشوفه آخرتها إيه مع المهندس عدلي قرارات مجلس إدارة الاتحاد أولاً توجيه الشكر لليهاب جلال المدير الفني للمنتخب وجهازه الفني التفاوض مع مدير فني أجنبي لاتحاد الكورة التفاوض مع مدير فني أجنبي للمنتخب الأول التفاوض مع مدير فني أجنبي للمنتخب الأولمبي تكليف حزم إمام ومحمد بركات عضوية المجلس بإنهاء التفاوض مع المدربين وتعيين مدير تطوير أجنبي للجنة الحكام ابتداء من الموسم القادم وتكليف حزم إمام ومحمد بركات بتفعيل دور الأكاديميات وترخصها تكليف وليد العطار المدير للتنفيذ بإعداد مشروع شروط القيد للموسم الجديد ومراجعة لقاحة شؤون اللعبين وتفعيل تشكيل لجنة فض المنازعات بدءا من الموسم القادم فضل عايش تعرف أخرتها وعايش تعرف أنا أولها استهلية الكلام بالطريقة دي ليه لازم قبل ما نحلل اجتماع اتحاد الكورة وقراراته اليوم برجع قدام شوية وراء شوية اتحاد الكورة كان أمامه موقفين موقف فساد إداري هو متهم به متهم إنه يأما تضحك عليه يأما هو بيدلس يوم هو بيوجه ولهاش تالي وتم عند أثارة مشكلة لماذا أخفى اتحاد الكورة أو لم يطلب تنظيم صرف النظر عن الأهل وزمالك مشاركين لماذا لم يطلب تنظيم هذا النهائي لديه تحسبا لما قاله فوزي لقطع من محاولة صحب البساط سيبك بقى من أهل وزمالك التنظيمي وأن المغرب تبهي توجه الفرق الإفريقية كما يحدث في السنوات الأخيرة وبينظم لتاني مرة هو سنة اللي فاتت ما هو طلب التنظيم الإتعاد المغربي ولم يصل أي من الفريقيه الكبار إلى النهائي ما اعتذرش تمسك بالتنظيم هو عادي يقول أنا هنا أنا أرض أفريقيا أنا أنا برحم بكم أنا 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 هذه الرسالة لسزاجة سزاجة التعامل بالانتماء ما وصلتش عند المسؤول الذي فعل هذا والذي يجب أن تسفر التحقيقات في الإفسار عنه ومجازاته وهو ومن خلفه لأن فيه عمده هنا ما فيش حسنينية وحقول لك لو ترجع قبل كده بس مش وقته ما أحجب لك أمثلة كثيرا كثيرا كيف يواجه اتحاد الكرة ويابني مواقفه في المشكلات حتى التي تلك التي تفوز بها بأحكام نهائية تبقى لأطراف المشكلة طيب اتحاد الكرة ارتكب خطأا سازجا كاشفا انه طلع رئيسه ورح اي الكلام وتراشق الله أعلم اذا كان المصرحية دي مرتبة انه هاجم احمد مجاهد وهنا بريدة وهم يجموه وبعدين يروح طالع مفاجئنا ان احنا بندرس سير ذاتية فيه اشارة واضحة الى رغبته في انهاء مهمة ايهاب جلال وهو فيه على متن الطائرة ليتحول الموضوع الى تعاطف جارف مع الكابتن ايهاب جلال وتتحول هناك المشكلة الرئيسية الادارية المبنية على فساد واضح ها الى طب هنعمل ايه مع المنتخ ليتصور اتحاد الكرة انه بهذه القرارات انه ازكى من الجميع تعالي ندرس بداية انا ما كنتش مع نغمت حاخدها بقى في اطار قرار اتحاد الكرة بتعيين كابتن ايهاب جلال وقرار اتحاد الكرة او الاشارة الى انهاء الاتفاق معه ايه اغتنم اتحاد الكرة الهيسة اللي حصلة ظنن منه انه بيدفن قضية الفساد فقال لك انا هو حاطل عاخد قرارات ها وغازل بيها الرأي العام وعداني العيب فانا كنت ضد انه استقيل لانه عين مدرب والمدرب لم يوفق ومعاييرك في التعيين ايه هذه يعني محاولات ادارية بتحصل اللي قبل جاب الكابتن حسام البدري وبرضو كان فيه موقف الكابتن هاب صحي ما حصلتش كوارس في وقت حسام البدري ولكنه لم يمكن من الاستمرار بدعوة سوء العروض مش سوء النتائج ليأتي كيروش ويشقل من الكرة المصرية ولكن بيوصلنا الى نقاط محدش كان متوقع ان نصلها فيبقى نجح من منظور البعض يعني لكنه هدم جيلا او معنوات جيل محتاج وقت للتعافي من عناصر منتخب الرئيسية بدعوة انه بيجرب ماشي يعني هو كان ممكن يعمل كده لو قعد 3-4 سنين زي ما فيه كلام دلوقتي انه حيجي قعد 3-4 سنين يبقى في ابن فرقة هو مسؤول عنها من ايه تزد من نجدعو به وحنوقف جنب طيب اتحاد الكرة خد حفنة من القرارات بزكاء اذا انت عليكت المشكلة اللي الناس بتقولك استقيل بسببها او انت تصورت انا المطالبة باستقالتك كانت بسببها لكن لا باذن الله سوف تقال بسبب المشكلة الاساسية لن يترك هذا الامر والاهل لن يتركه عايزين نعرف ايه اللي حصل ومين اللي بيوصلنا الى هذا لان كل الخطابات اللي تطلع للاتحاد الدولي في كل المشاكل اللي الاطراف المحلية او بتلجأ اليها بتوجه ليه يعني وانا قلتلك قبل كده المسؤول اللي قال اسأل السؤال عشان تجي لها ايجابة اللي انت عايزها فانت بتبعث الورق الذي يؤدي الى نتائج للطرف من الاطراف وارجع كل واحد بقى يدور على حقوقه وينكش هيكتشف بطريقة او اخرى لو فيش شفافية ان الفساد كان من امتى ترجمة نانسي قنقر